اخواتي المشاهدات اخواني المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حصة اليوم من حصة الأنشطة الموازية سنتعرف فيها على موضوع جديد والذي ينتمي للمجال الصحي قبل أن نبدأ ونشاطنا الموازي سنرى جميع الصورة التي ستظهر أمامنا على الشاشة لاحظوا معي جيدا ما تلاحظوا في هذه الصورة تصدت لي ماليكا كان لاحظوا أدوية صحيح مجموعة هذه الأدوية وفوق منها علامة المنع لماذا تتعبر هذه الصورة تصدت لي سانا ممنوع أن نشربوا هذه الدواء بل ممنوع أن نستعملوا أي دواء كما كان بشكل عشوائي وهذا هو موضوع نشاطنا الموازي أي استعمال الدواء هو الذي سيظهر أمامنا على الشاشة نبدأ الموضوع النشاط الموازي دينا بوحد صورة كذلك اللي سيظهر أمامنا لاحظوا معنا ما تلاحظوا في هذه الصورة؟ تفضل عائشة؟ شخص يناول دواء ما تتعرفوا أمثلة أخرى على استعمالات الغير المعقلنة ديال الدواء؟ تفضل خديجة؟ كيلي كيستعمل الدواء غير كيحسب راسو شوية تقطعوه؟ صحيح يعني كين اللي ما كيلتازمش بالمدة اللي محدة من قبل الطبيب في استعمال الأدوية واش كين شيء إضافة أخرى في هذه النقطة؟ تفضلي سلمة؟ هي اللي تخلط بزار ديالأدوية نعم كين اللي كييبدأ ينتقل من دواء لدواء بلا ما يرجع للطبيب وهذا الشي غير حيتسمع شيء شخص آخر ستعمل هاد الدواء وجامعه وهذا خطأ حيت حالة المارض راكت تختلف من شخص لآخر وخيكون عندهم نفس المارض واش كتعرفوا بعد العوامين اللي كتخلي الناس يتناولوا الدواء بشكل غير صحيح؟ تفضل إلياس الشخص اللي كيتناول الدواء بطريقة عشوائية تكون عندهم قلة الوعي بخطورة الأمور اللي تقوم بها صحيح يعني قلة الوعي والإدراك ديال الخطورة ديال هذا الأمر هذا تفضلي خديجة عندك شيء إضافة؟ يقدر يكون ما عندهش معلومات على الخطورة على الخطورة صحيح تقدر ما تكونش عنده معلومات كافية وإضافية على خطورة هذه الدول اللي كي يخد بلا الوصفة ديال الطبيب وأخذ الدواء بدون وصفة الطبيب أمر في غاية الخطورة تفضل إلياس عندك شيء إضافة؟ نعم تفضل؟ ضعف القدرة الشرائية كتخلي الإنسان يستهلك أي دول قاة صحيح هذا الشيء يجعله يتناول الدواء متلقاء نفسه بلا ما يستشار مع الطبيب ويعتقد أن التصرف دياله صحيح وغي تعالج به وهذا الشيء يقناه سنشوفوه في هذه الخططة اللي غريض يظهر أمامنا على الشاشة وكتبيننا بعض من الأسباب اللي كتخلي مجموعة ديال الأشخاص أنهم يتناولوا الدواء بشكل غير سليم لاحظوا معي جيدا سنقرأ وأنتم تردتم من بعد أسباب تناول الأشخاص للدواء بشكل غير سليم قلة الوعي ونقص المعارف التطبيب الذاتي وعدم استشارة الطبيب ضعف القدرة الشرائية إذن سنعاود أنتم ردوا من بعد أسباب تناول الأشخاص أسباب تناول الأشخاص للدواء بشكل غير سليم للدواء بشكل غير سليم جيد قلة الوعي ونقص المعارف قلة الوعي ونقص المعارف التطبيب الذاتي والتطبيب الذاتي وعدم استشارة الطبيب وعدم استشارة الطبيب جيد ضعف القدرة الشرائية جيد سمارك الله عليكم وهذا الشيء اللي ذكرناه هو بعض العوامل اللي كتخلي مجموعة دي الناس أنهم يعني يستعملوا أو لا ياخدوا الدواء بشكل غير سليم الآن سنستمعوا العائشة اللي عندها شي سؤال تفضلي عائشة شنو هي المخاطر استعمال الدواء بشكل عشوائي وهذا هو السؤال لطرحات عائشة وهو سؤال مهم أخوتي المشاهدات إخواني المشاهدين الإنسان اللي كي تناول الدواء بطريقة ماشي صحيحة كتتدهور صحته وتقدر تظهر عنده جراثيم وبكتيريات مقاومة للدواء وتقدر تظهر عنده كذلك أمرات جديدة وخطيرة واللي ممكنش السيطرة عليها وهذا الشيء لماذا؟ جميع الأطباء ينصحونها بترشيد استخدام الدواء وماذا نقصد به؟ ترشيد استخدام الدواء يعني أننا نستخدموه بوصفة طبية ونتبعوا تعليمات الطبيب وأننا لا نتوقفوش على استخدامه حتى نكملوا القدر الذي يوصفو لنا ونكرروش أخذ نفس الوصفة إلا إشرف طبيب المعالج ومن اللي نشري الدواء نتأكدوا من تاريخ الصلاحية دياله وهذا أمر مهم قبل ما نستهلكوه وضروري نحتفظوا بالأدوية في المكان المناسب لها وبعيدة عن متناول الأطفال ودابها عشنو هي بعض الرسائل اللي ممكن ننخرجوا بها سيدلي سالما من ضروري أثناء العلاج نتابع تعليمات طيبية صحيح خاصنا نتابع تعليمات الطبيب ونتناول الدواء بطريقة منتظمة وما ناخدوش الدواء إلا بوصفة الطبيب وغل نعبر على هاتش اللي قلناه بالرسالتين اللي غيظهروا أمامنا على الشاشة استثمر الرسالة التربوية تناول الدواء بوصفة عفوا تناول الدواء بصفة منتظمة يساعد على نجاح العلاج ينبغي التقيد بوصفة الطبيب تابعوا معي جيدا سوف نعود نقرأ أنتم رضوا من بعد استثمر الرسالة التربوية استثمر الرسالة التربوية جيد تناول الدواء تناول الدواء بصفة منتظمة يساعد على نجاح العلاج جيد بارك الله لكم ينبغي التقيد بوصفة الطبيب بوصفة الطبيب إذن هذا جوج من أهم الرسائل لخرجنا بها من مناقشنا لهذا الموضوع ويجب أننا التزم تفضل لسنة لا بد نتكتب مدة صلاحية الدواء قبل نشرب صحيح والدواء التي تفت مدة صلاحية سوف نتخلص منه حيث يصبح سام ونبعد على متناول الأطفال دينا ونغير مقدار الدواء التي تناول الطريقة والتوقيت من رأسنا ضروري نستشرو مع الطبيب كذلك التوقيت الأخذ هذه الدواء وهذا التي نعبر عليه هذه الالتزامات التي تضر أمامنا على الشاشة نتبه معي أنا سنقرأ الالتزامات التزم بالتأكد من صلاحية الدواء قبل تناوله أحرص على تناول الدواء في مواعيده الثابتة تبه معي جيدا سنعود القراءة أحرص على تناول أحرص على تناول الدواء في مواعيده الثابتة في مواعيده الثابتة تبارك الله عليكم وهكذا تكون حلقتنا وصلت نهايتها نطلب منكم تزيدوا تبحثوا في موضوع استعمال الدواء بشتغنيوا بمعارفكم بأفكار أخرى ونذكركم أنه يمكنكم تعودوا تشاهدوا هذه الحلقة مرة أخرى على قناة السادسة أو عبر الأنترنت على الرابط اللي غير ظهر أمامكم على الشاشة دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة